ما قولكم فيه ناس اغتنعوا بالسماء للعريفي وخالد الراشد وعايد القرن ودافوا عنهم ولم يقبلوا النصح ما نصيحتكم لهم ونرجو منكم بيان حاليا طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أول مزالة ما يزول يتكلم في الدين بيأخذوا كلامه حتى كلامي أنا ده مش راجع المراجع القتة والكلام القتة ده يمكنكم ما صحيح فابن سيرين كما في مقدمة مسلم قال إن هذا الأمر دين فانظروا عن من تأخذون دينكم الليلة الزل ما بيأخذ عن أي إنسان سواء كان في دنيا في علم دنيوي في غيره في غيره ما بيأخذ عن أي زل كذلك الإنسان في دينه يتحرى ما أي زل يأخذ عنه الناس ديال الإنسان ينظر إلى حاله في أمور الإنسان أي إنسان فيها بيخطئ أي إنسان بيخطئ إنسان قد يقول كلام فاحش الإنسان قد يعتدي قد 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 يحصل له أمر من الأمور أي زل بيخطئ لكن الإسلام قال الزل لو أخطأ يرجع وفي أمور الإنسان لو أخطأ فيها كان يعني عدوا للنبي عليه الصلاة والسلام والأمور الناس اللي يتكلم عنها ديال ناس العريفي وغيرهم وغيرهم من الناس ديال ديالناس خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل واضحة وعليها أدلة من هذه المسائل أولاً أنهم يدعون إلى منهج جماعة الإخوان المسلمين من التفجير ومن التكفير ومن إقامة الثورات ومن الخروج على الحكام ومن قلقلة البلدان الإسلامية إلى آخر وده كل مخالف لمنهج النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام جاء وأمر الناس بالسمع والطاعة للحاكم الرئيس للناس تسمع وتطع له ما لم يكن في معصية الله لكن مادام مسلم الناس ما تخرج عليه ولا تقاتلوا ولا تعمل الفتن في بلاد المسلمين في ناس بيعتبروا أنه ده من الخوف يقول لك أنتوا السلفين ديالناس خوافين ما نمرق عليه وليه نحن ظلمونا وفعلوا لينا وتركوا طيب لما أنت مرق حتعمل شنو الآن بلاد المسلمين مرقت ما حتجيب حاجة طيب نفترض أنك حتجيب حاجة يجوز الخروج على الحاكم المسلم وإن كان ظالم طيب هل أنت لما تمسك حتكون معصوم ولا حتظلم لابد يظلم ظلمت نحن حنمرق عليك ما رقنا عليك نحن ما معصومين حنظلم الناس الظلمهم حيجوا يمرقوا علينا فمتى يستقر لناس ومتى يتعلم الناس ومتى تتقدم بلاد المسلمين بس ده شاله وده خطه ده انقلبوا عليه وده كده الآن ما بتلقوا الثورات دي قاعدة الآن في دول الغرب الكافر بس بتكون قاعدة في بلاد المسلمين والناس قاعدين فيها نختم بآخر سؤال وصية القحطان بالله قولوا كلما أنشدتم رغم الإله صداك يا قحطان